موسيقى هو الربور كان ملخص لخدمة الجمعية تيرت سنة من الرصد وتوفيق الانتهاكات كنا حطينا في جل الانتهاكات التي رصدناهم وبالأخص لاحظنا أن الانتهاكات كانت تقريباً مصددة على الحق في حرية الغاية والتعبير اللي هو خذان نصيب الأكثر من المضايقات التي تصل فيها الدولة على المواطنين تونسيين وتونسيات عموماً كان انتهاك الحق في حرية التعبير هو عنوان سنة 2023 بالنسبة لنا كسواء من الملاحقات القضائية من اللقافات من الاستدعار التحقيق من الاحكام بالسجن في حق العباد اللي تعبرة على رأيها ومن الكاتيجوري كل مواطنين كسواء سياسيين صحفيين نشاطاء ولا حتى مواطنين معناها تحبش قول مواطنين عاديين ومواطنين كانوا بعض عشاء العام ويعبروا بعفوية على مواقع التواصل الاجتماعي وكل كسواء تبرتاجي استاتوي ولا يبرتاجي أي حاجة كانت يلقى روحوا يلقى استدعاء قدام الدار معناها وبعض يلقى روحوا إيقاف من الإيقاف وبعض يلقى روحوا محكوم في تونس العاصمة أو في المدن الكبرى نعتبرنا فيما كاتيجوري كاملة محظوظة بالنفاذ العدالة والمجتمع المدني يسمع بها مفلجيهات فما عبيدلات من في قباة كانت تحكموا معناها وحكم نحق ولا حكم بيته مش حكم موسيقى نوعا ما هو التقرير كان على المعيار الزمني على مدية 12 شهر معناها من جامف حتى في ديسمبر وكل شهر وشنية رصدنا فيه من انتهاكات تلاحظ أنه فيما إشارة الجرافيك كاملة ما نحطيناه ليه فيها شهر فيفري هو فيه البيك متع الانتهاكات تقريبا 45 حالة انتهاكات رصدنا فيه شهر فيفري واللي هو جامع حملة لقافات لشملت عدد من السياسيين في المعارف اعلمين بقضية التأيامر يعني وعلى غرار القيادات السياسية هذه كرينا بعد ما نتوجه لعدد آخر من السياسيين واللي هم يظهروا معناها في البلاتويت ويعبروا على موقفهم بصفة صريحة اللي هم معارضين معناها الخيارات 25 جوليا من 2021 وصورا من 2023 ومعارضين لقرارات رئيس الجمهورية كل من يتعرض لرئيس الجمهورية فيه معناها في شخصه بصفة شخصية نحكي على ممارسة المهمة او لأعضاء الحكومة او حتى لموظفين في الدولة يعني يلقى روحه محار على القضايا فهذا تقريبا نجم ونستنجم انه كان حاجة واحدة انه الدولة ماشية في اثنية واحدة اللي هي التضييق على العمل السياسي وعلى الحريات بصفة عامة يعني انت اليوم مخير بين اثنين يا اما تسقط ويا اما تكون مع هذه القرارات معناها وتثمنها اما اذا بيش تعرضه توقض فانت يتلقى روحك محار قضايا يتلقى روحك زادة موصوم من الدولة معناها بخطابات رسمية من الدولة اللي تصنفك خاء انه عاميل ومرتمي في احضان الخارج وريني هذي حتى في بلاغ رئيس الجمهورية البارح معناها ريسيمون اللي هو ليس معناها ما هوش فريد من نوعه هو متابعة لسلسلة كاملة معناها من الخطابات اللي رئيس الجمهورية توصف فيها المجتمع المدني وغيره من الاجتماع الوسيطة ولا حتى السياسيين بالخوانة والعملاء والمخربين وغيرها من النعوط يعني فهذا ما نجم نستنجم انه كان حاجة واحدة يعني لليوم فما تضييق على العمل السياسي نوعا ما المرسوم اربع خمسين بريف صغير علي لي هو كان تقريبا ما هوش وليد اللحظة هذي يعني هو كان نتيج لي عمل طويل تقريبا من حكومة الحبيب الصيد يعني في اطار الانخيرات في اتفاقية بوداباس يعني وشكين ومشوار طويل الانه فقنا الكل فجأة تنفيش تعدى في شكل مرسوم يعني وتزيد له هكا البيب الفرعي القسم الفرعي متاع في الجرائم والأخبار الزائفة يعني واللي فيها الفصل 24 واللي تقريبا الدولة معناها غايتها من المرسوم الكل هو الفصل 24 اللي هو الاكثر استعمال يعني واستعمال من قبل الشكون من قبل الوزارات خصيصا وزارة العادل يعني اللي عندها تقريبا مكتب خاص لي هو مكتب مرسوم 54 تحيل عليه في العباد الكل الفئات اكثر فئات عرضة هما بصفة خاصة السياسيين وهيئة الدفاع عليهم يعني احنا 2020 افتتحناه تقريبا بحارة الاستاذ العيش الهمامي بصفته عضو هيئة الدفاع عن القضاءات المعزولين تقريبا واللي كان ظهر في بلاتو في راديو تقريبا حكا على بعض القضاءات يلقى روح هو محل التحقيق وبعده هو غيره كيف كيف السياسي غازي الشواشي وبعده كيف كيف مؤخرا كنا رصدنا حالة مرشد الرياس السابق لطفي المرايحي وغيره 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 وفي الناحية الاخرى تلقى الصحفيين كما قضية صحفية موني العرفيوي محمد بغلب اللي شكي بهم وزير شؤون دينية ليش على خاطر عبره في مقال معنا على فسادة أو حاجة تبع وزارة شؤون دينية ما اجبتوش حالة مع المرسومة 54 كيف كيف وزارة النقل وزير النقل شاكي بنقابي معناها وطالب معناها بصفة صريحة يعني الرجاء منكم إحالته على المرسومة 54 معناها ولت الوزراء هي التواجف ان يبرع وميا بشنية تعمل وشنية ما تعمل ولا المرسومة 54 هذي نحن نسميناه سيف الدولة على رقاب المعارضين يقولوا معارضين مش معارضين كلاسيكيين يعني سياسيين أو قيادات حزبية لا قيادات حزبية نشطة ولا حتى مواطنين نحن نفيقوا تولين شنين وليت مواطنين وليت إيقاد مشكيات يعني في مواطنين على معنى المرسومة 54 يالي شيء لأنهم نشروا على بارتاجي فما مواطن بارتاجة فيديو نحن نحكي على مواطن ما كتبش رأي ولا عبر ولا نشور الخبر بارتاجة فيديو هازلي يعني فيه رئيس جمهورية وشوية الحكومة يعني نلقى روح ومحكوم بثمانية شهور حبس احنا تقريبا نوصلنا أربعين حالة بين 23 و 22 أما في 22 و 22 حالة من اللي رصدناهم احنا وكي نقول رصدناهم احنا ما هوش حاصرة دقما ذي معنى فما أرقام أخرين وفما حالات أخرى احنا ما ما تكفيش الإمكانية وش نرصدوها وإلا النجم يكون ما سمعنيش بهم سيد هو القضاء يتغير يعني ما هوش هنكون ريجيدة كلي نجم يقول ولا يقضاء حامل حقوق الحرية ولا قضاء تابة ولا يقضاء حامل حقوق الحرية ولا قضاء مستقل أو غير مستقل رينا نية السلطة تقريبا من خلال عزل القضاء وحل المجلس على القضاء يعني أنها تحط يديها على القضاء وتفرض سيطرتها لي بيتعالي تطهير القضاء من المنظوم السابقة يعني فما رأينا لأننا نلقاوا قضاء تقريبا قاتع اسم اللي كانوا قبل أنت اليوم نحكي لك على قضية الشيب رشيد تنبورة في المونستير اللي ياخذ عامين حبس على تاج في حيط معناها كان عبر فيه وفيه توصيفات سياسية لنشر أخبار زائفة ولا مس من رئيس الجمهورية في شخصه يتحكم بعامين حبسه في الاستئناف معناها يزادي أيد الحكم الابتدائي معناها ويشد عامين حبس إذا اليوم شاب 27 سنة يتحكم بعامين حبس على تاج اليوم ما نعتبره حكم فردي أنا نعتبره حكم على الفضاء العام وعلى الشارع عموما يعني وعلى كل الحركات اللي يتعبر معناها بطريقتها فعن أي قضاء نتحدث تقريبا أنت اليوم هتنعرج على قضية الموتقلين السياسيين اللي هما من فيبري 2023 إلى فيبري الحالي معناها موجودين في السجن في قضية إلى حد الآن فيها تعتيم إعلامي كبير وبعد ذي تلقى القضاء يصدر معناها قرار بمنع التداول الإعلامي معناها وطلقى معناها المحامين بتاعهم معناها كيف كيف فهم قضايا بالعلى 54 وغيره فاليوم لحقيقة ما عادش نتصورش فهم قضاء مستقلة هذا مش هو التقرير تقريبا نصدره في خصوص الموضوع هذا كننشرنا تقارير سابقة في الـ 54 وضمن التوصيات وتقرير هذا متضمنش توصيات يعني بصفة ماشي هكاكة يعني لا بصفة مقصودة لأنه توصياتنا تقريبا ماشي هكاكة الدولة اليوم لعاد تسمع مجتمع مدني بل هي في قطيعة تامة مع المجتمع المدني حتى البرلمين على غير البرلمات السابقة وما يشوبه من شواب لكن كان فهم التواصل على الأقل مع منظمات المجتمع المدني وتشريكها في التشريعات اليوم ليه مفهميش معناها توصي توصي ما فهم حد شيء وصول القامعة الحرية فيه فنحن نتمنوها بالنسبة للقضاء نحن نطالب باستقلالية وقضاء استقلالية فعليا يعني من خلال أن يكون مجلس قضاء ومجلس أعلى القضاء مستقل فعلا وأن يكون فهم قضاء عادل معناه ويحترم الحقوق والحريات ويتابق القانون في نفس الوقت اشتركوا في القناة